بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ المحاضرة الأولى من الدرس الرابع من مقرر الديناميك الحرارية اللي عنوانه Energy Analysis of Closed and Opened System بداية رح نعرض القانون الأول الديناميك الحرارية للنظام المغلق فقد تويت تذكيركم بأن القانون الأول الديناميك الحرارية تم عرضه خلال الدرس الثالث وتعريف Closed System تم عرضه خلال الدرس الأول Closed System هو نظام مغلق يعني لا يسمح بتبادل الكتلة ولكن يسمح بتبادل الطاقة وهنا تبادل الطاقة يتم على شكلين إما Work أو Heat فالقانون الأول الديناميك الحرارية Energy in minus Energy out يساوي Variation of Total Energy of the System يعني الطاقة التي تدخل مينس الطاقة التي تخرج تساوي تبادل الطاقة أو تغيير الطاقة الكلية للنظام هنا تبادل الطاقة يتم على شكلين Heat and Work فتصبح القانون Heat minus Work يساوي Variation of Total Energy بما أننا قلنا Total Energy تساوي U plus Kineric Energy plus Potential Energy هنا فقط للإشارة عندي Minus Sign وموجب Sign قبل الهيت وهذا على حسب اتفاقنا قبل في الاتجاهات أيضا هنا في عندي ترم ناقص على حسب الدرس الثالث وهو التاني من اللي يعبر لي عن الماس ولكن هنا قلنا ما في تبادل للكتلة القانون هذا يكتب أيضا على Differential Form على هذه الطريقة فقط هنا للتذكيركم هنا الشكل هذا يعني لي H يعني لي In Exact Differential وهنا D يعني لي H يعني لي Exact Differential The instantaneous Time Rate Form of the Energy Balance يكتب على هذه الطريقة هنا فقط تبغي تذكركم بH بالنقطة اللي موجودة فوق Heat and War وهي تعني لي H تعني لي Time Rate بعدين انمر للتطبيق هذا القانون على Opened System أو نظام مفتوح أو ما يعبر عنه H by Control Volume قبل طرح هذا الموضوع أو هذا القانون على Opened System يلزم لي بعض التعريفات التعريفات هذه عموما تهتم بH بتبادل الكتلة فهنا عني القانون هذا Conservation of Mass Principles يعني لي H يعطييني Total Mass Entering of the Control Volume during Delta T كمية الكتلة التي تدخل ال Control Volume أو Opened System في زمن معين minus كمية الكتلة التي تخرج في زمن معين تساوي Net Change of Mass within the Control Volume during Delta T أو تبادل الكتلة خلال هذا الزمن الذي حددناه Delta T فهنا عندي Mass In minus Mass Out طاقة الكتلة تدخل منس كتلة التي تخرج تساوي Variation of Mass in the Control Volume بالطبع هنا Variation of Mass in Control Volume تساوي minus 5 minus initial تساوي M2 minus N1 فمثلا لو أخذ Control Volume بداية عنده ثلاثة كيلوغرام نهاية عنده خمسة كيلوغرام فتصبح Delta M تساوي لي H تساوي لي خمسة ناقص ثلاثة يعني يساوي لي ثنين كيلوغرام أيضا لو كتبنا هذا القانون بالنسبة للTime Rate فرح يكتب على هذا الشكل يعني نفس الشكل الماضي فقط هنا رح نضيف النقطة تعبر لي عن Time Rate تساوي Variation of Mass in the Control Volume في هذا الزمن المعين بالطبع هنا Mass In على إيه تعبر لي تعبر لي على Total Rate of Mass Flow إيه التي تدخل للكتلة تدخل للنظام أو كمية الكتلة التي تدخل للنظام ومس dot out تعبر لي عن كمية الكتلة التي تخرج من النظام فهنا نكون خلصت هذه المحاضرة فقط هنا أود طرح سؤال ما هو الفرق بين القانون الأول للديناميكا الحرارية التي تم كتابته في الدرس الثالث وفي هذا الدرس الرابع بنسبة لClosed System ترجمة نانسي قنقر